اهلا وسهلا بكم على قناة دوديشو الكروشيه لو اول مرة تشوفينا اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض بلوفر تريكو يعتبر جاكور لان دخله كازالون وهنعمله بطريقة سهلة وبسيطة يعني هيكون بالغرزة العدلة والمقلوبة فقط لا غير تمام بس والتكنيك في تغيير الالوان خلاص طيب انا استخدمت ابرة دائرية لاني عايزة اشتغل البلوفر بتاع على رقم اربعة تمام وانا ما عنديش في الابر المستقيمة رقم اربعة فالناس اللي عندها رقم اربعة في الابر المستقيمة اللي هي دي تقدر تشتغل عليها عادي جدا ليه لان انا هشتغل الوش الوحده او الامام لوحده والخلف الوحده والاثنين الاكمام كل كم لوحده خلاص كده فانا هشتغل قطعة قطعة فبالتالي انا هعوز الابر المستقيمة بس انا عشان مش عندي استخدمت الدائرية رقم اربعة انا هشتغل البلوفر ده ليه اه اتنين اتنين اكس لارج اتنين اكس لارج ويلبس تلاتة اكس لارج خلاص فانا حطيت على الابرة بتاعتي مية مية وواحد الواحد ده هو منتصف المية هنا عشان انا هبدأ شغلي من المنتصف هنا اوكي يبقى انا هشتغل الامام مية واحد والخلف مية واحد زيه بالزبط خلاص كده طيب اه اللي انا عملته عشان ابدأ معاكي شغل على طول اه انا بدأت بالزبط اللي انا عملته هعمله معاكي اوكي ولا اي حاجة خلاص سبت مسافة من الخيط من احيا دي وهبدأ معاكي احط على الابرة بتاعتي مية وواحد هعد اوكي ثانية واحدة حاجة عادت هبدأ احط مية واحد على الابرة ومش هقفلهم لان انا خلاص بشتغل على المستقيم خلاص كده ممكن المفروض عملت على المستقيمة بس مش مشكلة بعد ما عملت اه المفروض المية واحد كل اللي انا هعمله اتنين عدل واتنين مقلوب ده هيكون شغلي خلاص هبدأ باتنين مقلوب ده اللي انا عملته خلاص بعيده او بكرره معاكي واحد اتنين مقلوب خلاص واتنين عدل واتنين مقلوب واتنين اخر اتنين مثلا عدل بس انتشي هنا عشان احنا عاملين مية واحد هيتبقالك واحد في الاخر هتعمليه على حسب السطر بتاعي خلاص وهقوم قلبة شغل كده هنا هيقابلني بسي اتنين مقلوب هشتغلهم زي ما هم يعني هقرأ وهشتغل مش هعمل اي اختلاف كاني بالضبط عملت المية للاخر او المية واحد وبقلب السطر وبكمل مقلوب واتنين عدل وهكذا تكرار اللي انا عملته هو الاستيك او البليسي بتاع البلوفر من تحت اهو اتنين مقلوب واتنين عدل واقلب الشغل خلاص اهو اتنين مقلوب اتنين عدل اتنين مقلوب اتنين عدل اوكي يبقى انا عملت ده كده بنفس الطريقة لحد ما وصلت للعدد اللي انا عايزة او انا دايما في المرحلة دي بقيز بالمزورة او بالمسترة الجزء ده بيجيني خمسة اوكي دايما بشتغله خمسة بيبقى لذيذ اوي خمسة بيبقى ولا عريض اوي ولا رفيع اوي هبدأ معاك فيه الشغل الجديد يعني انا كده خلصت تمام اللي بليسي بتاعي فهبدأ اشتغل سطر عدل وسطر مقلوب سطر عدل وسطر مقلوب انا كده خلصت مش هعمل كده تاني اللي هو عدل مقلوب لا خلاص كله بقى هيبقى يعني مثلا السطر كله اهو اشتغله عدل 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 تمام الرب عدل للاخر اهو عدل يبقى انا دلوقتي اشتغل السطر عدل وسطر مقلوب خلاص كده اول ما هوصل ليه العلامة اللي في النص هرجعلك اه واول ما وصلت ليه العلامة مكان العلامة اهشلتها عشان عايزة بس احطها تحت كده عشان ما افضلش اشيل وحط فيها طول الوقت او كل سطر خلاص كده طيب هعمل ايه بقى في الحلقة دي هبدأ ادخل لون جديد اهو ده لبني وده على فكرة ازرق بس مش عارفة الكاميرا يعني اضاقتها مش لطيفة بصوا اهو اوكي طيب هدخل الازرق ده لون مخالف خلاص اهو تمام في الحلقة دي بس وهبدأ اسيب بقى اللبني على جنبنا ده خلص لحلقة واحدة وخلص كده واشتغل بقية السطر عادي خالص باللون اللبني لفتوا لفة بسيطة من وراء على اساس ما يبقاش مرخي قوي اهو واكمل هكمل هكمل بغرزة العدلة عادي خالص لحد نهاية السطر خلاص طبعا لن مقلب الشغل هيكون الشغل كله غرزة مقلوبة فهيكون ده كل شغلي وزي ما قلتلك التكنيج بس في تغيير الالوان مش اكتر خلاص كده هكمل كده خلصت السطر لحد النهاية بعض الكده الشغل اهو وهبدأ اشتغل كله مقلوب هشتغل كله مقلوب لحد ما اوصل للعلامة هرجع خلاص يبقى انا كده اشتغلت الظهر ده هيكون بالنسبة لي الظهر الظهر كله مقلوب والامام او الوجه كله غرزة عدلة خلاص طيب هكمل مقلوب لحد العلامة وارجعلي كده اشتغلت الخلف او الظهر مقلوب لحد ما وصلت لي المنتصف تمام او ما كان العلامة اهو فهبدأ اشتغل اه انا حطيت هنا واحد هبدأ اشتغل اللي قبلها واللي بعدها بنفس اللون عالخلف او عالخلف وعالامام كمان يعني انا للوقت هشتغل معاكي اهو واحد اثنين واللي بعدها اهي باللون المخالف او القصر واكمل سطري عادي خالص باللون اللبني خلاص مقلوب زي ما انا هو سطري زي ما هو مش هيتغير اهو تمام طيب بصي بقى انا هعمل ايه بعد ما هخلص السطر المقلوب هرجعلك في السطر العدل لاني برضو هشتغل بنفس الطريقة والتكنيك اللي هو هشتغل واحدة قبل واحدة بعض باللون اللي مخالف ونفس السطر زي ما هو يعني المقلوب مقلوب والعدل عدل وهكذا خلاص اكمل وارجعلك في السطر العدل خلصت السطر المقلوب وكمان اشتغلت العدل اهو ولما وصلت ليه المكان العلامة ده قبلها بواحد رجعت عشان اشتغلو اهو واللي وراه ازرق كمان واللي بعضه وواحد زيادة الناحية التالية اوكي واكمل سطري عادي خالص باللون بتاعي اللون اللبني بقيت سطري عدل هستمر اعمل كده على الخلف او على الظهر وعلى الامام وكل مرة هزود اتنين باللون الجديد وارجعلك عشان نشوف وصلنا لايه وهنكمل شغل ازاي وهنعمل ايه اشتغلت حوالي اربع سطور تمام ومحتاجة ان انا اعمل ايه اغير تكنيك الشغل شوية ليه بقى اول حاجة الخيوط دي طول ما انت شغالها تبدأي تفكيها من بعضها تمام وانا مش عايز اعمل حركة دي عايز الشغل يكون اسهل اه فهعمل ايه بقى هقص وهقولك ليه كمان يعني مش عشان فك الخيوط بس قصيت الخيط اللبني تمام اه وهبدأ اشتغل من النحية دي ببقرة خلاص كده و من ناحية التانية ببقرة تاني اوكي طيب الاول بس هكمل باللون الازرق اهو وهقولك ليه تاني تمام اهو اشد بس من ورا و هكمل ليه اعملت كمان كده لاني اهو طول الوقت بعمل ايه لما بتكون بقرة واحدة بخليها اهو تشتغل سطر عدل و سطر مقلوب فاللي بيحصل ايه انك بتمشي استاني بس اخلص الجزء ده بتمشي الخيط من ورا معاك فده بيعمل حركة بيعمل ايه ما بيخليش الجزء اللي هو في النص اللي هو باللون ده يبقى ليه مطة زي البلوفر بتبقى مطته اضعف من الشغل العادي اهو اهو كده خلصت الجزء ده بصي بقى شايف الخيوط دي الخيوط دي بتخلي الشغل بعد ما اتخلصي البلوفر كله ما بيكلهوش مطة قوية زي الشغل ده بصي ده خلاص انت محددة المطة بتاعته هي الخيوط دي فانا قسمت الاجزاء دي ان من هنا هشتغل ببقرة ومن ناحية التاني هشتغل ببقرة تاني هنا اهو هبدأها معاك كمان يعني انا خلصت هنا العدد بتاعي اللي هو باللون الازرق كده مش هيكون معاك كمان خيوط كتير عايزة اللي هي تبقى من وراء معقدة فاهم ازاي يعني اهو هبدأ وعلى فكرة الشغل مش هيختلف فيه اي حاجة تمام هكمل باقي السطر عدل و ارجع لك اشد بس لو شديت بس الخيوط من وراء اهو دول هيقفلوا الجزء ده خلاص كده انا خلصت السطر العدل خلاص كده وهلف الشغل بنفس البقرة اخو جبالك ان انت دلوقتي هتشتغل بتلات بقرات بقرتين لونهم لبني والبقرة اللي في النص اللي هو اللون الجديد تمام ولا اي حاجة هشتغل سطري مقلوب انا قلتلك ما فيش اي حاجة هتتغير في الشغل فانا شغالة زي منا اهو وده الخلف طبعا او الظهر زي ما هو الخلف كلها غرزة مقلوبة والامام كلها غرزة عدلة وهكذا تمام هكمل لحد ما اوصل لي العلامة وارجع الخيط اللبني هنا ما بقيتش بمشي بيه زي ما اتفقنا لنهاية السطر انا كنت بعض الفه على الخيط الازرق عشان امشي بيه لحد النحية التانية تمام دا بقى لما العدد بيكبر في اللون الجديد ما بيدكيش براح ان البلوفر يموت براحتو لا بيبقى البلوفر متأيد اوكي يعني بصي خلاص انا بقيت بمشي باللون الازرق لوحده واللبني هنا لوحده بقرة بصي اهي انشغل بدي و لسه احط البقرة التانية معاكي بس الاول اكمل اللي هو اللون المخالف اهو وهي خد واحدة من السطر دا باللون اللبني اللي هو واحدة اللي بناخدها كل مرة من هنا ومن هنا خلاص عايزة بس ادي دي ممكن اربطه معادي اهو عشان ما تعبليش الفجوة دي خلاص و هشتغل اهي الفتلة بتاعتي هبدأ اربط فيها البقرة التانية انا البقرة دي خلاص النحية اهو انا حبيت بس اعمل معاكي النقطة دي عشان تبقي فهمها اختصار الكلام يا جماعة ان انا هشتغل بي ثلاث بقرات بقرة بقرة يمين وشمال لونها لبني يعني الاتنين لونهم لبني وبقرة في النص اللون الازرق بس خلاص كده ده هيريح في الشغل وهيزبط الشغل وهيخلي ما فيش تعقيد كمان في الخيوط ربط تمام هشتغل خلاص هكمل السطر بتاعي مقلوب وهكمل شغلي بنفس النمط تمام هعمل معاك سطر تاني على العدلة ويعني اخلص سطر ده وارجع لك في السطر العدل خلاص خلصت السطر بتاعي تمام على الخلف وارجعت على الامام اهو اشتغلته خلاص وكده اهي دي البقرة اللي شغل بيها خلاص باسبع على جنب عشان ببدأ اشتغل بالبقرة التانية خلاص الاول بس هشتغل باللون الازرق اهو وبكمل لحد النهاية هربط دول انا عايز اربط الجزء ده عشان واسع معي اوكي الفتلتين من ورا اهو بسي انا وصلت كده للاخر شايف الفجوة دي بسي انا هعمل ايه اشتغلت دي كده الفتلة اهي اللبن اللي انا شغال بيها برضو هشدها واملفهم بس على بعض في البداية كده واشتغل الاخيرة اهو كده انا زي اه ربطتها من ورا عشان ما تعملش معي فجوة خلاص هكمل بقى باللون بتاعي العادي خلاص اللي هو اللبني اوكي اهو لانها حصلت معي هنا ما شدتش كويس فحافظي على انك تشديهم على بعض وتلف في لفة بس مش مشكلة تمام مع الشغلة هتتداوى وهتتدارى هتبقى مش باينة قوي بس عشان ما تحصلش كل شوية ويبقى ديفوه في البلوفر كله بوسي بقى انا هستمر على الوضع ده اه لحد ما هرجع لك انا كده كل عدد الغرز اللبني بنفس الطريقة تمام بنفس الطريقة هشتغل دهر وامام بنفس الطريقة وارجع لك هتشوفي انا وصلت لحد فين وهبدأ كمان اغير معاك اللون اللي هو عليه الدور تمام هكمل بنفس الطريقة و ارجع لك اشتغل لك اشتغل لك اشتغل لك اشتغل لك